قدمت الفنانة اللبنانية نور الهدى عدة أفلام سينمائية وكمان مجموعة أغاني أبرزها أغنية شباك حبيبي وأغنية يا سعى بالوقت إجري ظهرت في فترة الأربعينات وهو نفس الفترة اللي ظهرت فيها الفنانة ليلى مراد أسمهان أم كلسوم وصباح لكنها استطاعت أن تثبت موهبتها غير كده تحدت منفسيها اللي دخلت معاهم فيه خصومة وصراع زي الست أم كلسوم وكمان الشحرورة وغيرهم اللي تأمروا على خروجها من مصر ايه قصتها ومن فيهم تسبب في طردها من القاهرة سومة أو الشحرورة التفاصيل في التقرير التالي معكم أمال عودة أهلا بكم تأثرت نور الهدى بالتقوص الدينية المعتمدة على النغم الموسيقي كمان ظهر تمييزها وموهبتها الفنية خلال الحفلات المدرسية اللي كانت بتشترك فيها أطلق عليها الفنان الراحل يوسف وهبي لقب أم كلسوم لبنان نفس الفنان الكبير هو اللي اعتاح لها أول فرصة فنية عندما التقت به للمرة الأولى أثناء زيارته لبلاد الشام وساعتها أعجب وهبي بصوتها وطلب منها السفر لمصر واستطاعت بصوتها من نفس المطربات عصرها في الوقت ده وده اللي كان سبب في تكوين عدوات بين الكسرين وخاصة مع كوكب الشرق أم كلسوم نور الهدى بدورها ما فوتتش الفرصة اللي عرضها عليها الفنان يوسف وهبي وجاءت إلى مصر فقدم إليها بطولة فيلم جوهرة ثم فيلم برلانتي ومن خلالهم انطلقت إلى المشاركة في العديد من الأفلام منها مجد ودموع مع محمد فوزي وما تقولش الحد مع فريد الأطرش وغيرهم تعرضت اللبنانية نور الهدى الأزمة كبيرة في مصر بسبب غيرت بعض الفنانات المصريات وكمان قسرت الشكاوي ضدها من جانب ليلى مراد ورجاء عبده وأم كلسوم اللي حردت البعض ضدها وعشان كده قامت إدارة الشؤون العامة بعدم تجديد إقامتها وقامت مصلحة الدرايب بمنعها من تقديم أي حفلة في القاهرة والاكتفاء بغناءها في الأفلام فقط وفجأة تم ترحيلها من مصر نور الهدى ما قدرتش تصمد أمام الهجمات اللي وجهت إليها في مصر والنتيجة غدرت إلى لبنان وهناك حدث ما لم تكن تتوقعه حيث استقبلتها السينما اللبنانية بشكل لا يليق فلم يترك بابها أحد والسبب إنها نتاج المدرسة الغنائية المصرية وكان إنتاجها الفني الوحيد في لبنان في فيلم لمن تشرق الشمس اللي ما نجحش على الإطلاق بعد خروج شائعة إسلامها وفي الإطار ده أكد الناقض الكبير طرق الشناوي إن نور الهدى عانت من الشائعات وإن الفنانة الراحلة صباح ما كانش لها دور بخروجها من مصر وعودتها إلى لبنان قائلا كانت كوكب الشرق وراء الموضوع تميزت الفنانة اللبنانية الراحلة نور الهدى بصوتها الرقيق العز اللي نفست به نجوم الغنى في الزمن الجميل أحبها الفنانة الراحلة فريد الأطرش وده بعد ما قدمت معاه فيلم عايزة تجوز ومن هنا طلبها فريد الأطرش للدواج بعد ما انفصل عن سامية جمال لكنها رفضت بسبب اقتناحها إنه لسه بيحب سامية جمال ولم تتزوج نور الهدى طيلة حياتها وتوفيت وهي سيدة عذراء في عام 1998 شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة